هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه سلمنيها حلوة ونظيفة لكي ميه اللي قاعد يخرب احنا قاعدنا نخرب فاللي منشوفه احنا في الكرة الارضية هذا هذا مش خلق الله عز وجل الله ما خلق بها الشكل هذا افساد بني آدم إلها افسد المناخ وافسد الجو وافسد الغلاف الجوي وافسد نسبة الكربون وخرب نسبة الاكسوجين وفرغ الارض من تحت حتى صار فيها زلازل ولعب بالمي ولعب البني آدم لعب فاللي احنا قاعدين نشوفه هذا فساد وخلق الانسان وقال له والله ربنا سلمنيها يعني سبحانه وتعالى على اكمل واحلى طراز فانا ما باجي بقول يا شركة مرسيدس ليش سيارتك وهيك انا بقول مين حيش السامعين الغبي اللي استخدمها اللي خسارة فيه النعمة وخسارة فيها الركبة وخسارة فيه السيارة وخسارة فيه الطلعة فيها وخسارة وخسارة فابدروح بتوجه زعلي وغضبي على اللي استخدم السيارة واهانة بهذا الشكل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله يحييكو جميعا في إذاعة يقين وبرنامج همك همي بتعاونين مع شاشة عمان تي في وبرحب بكل إخواني وخواتي اللي متابعينينا كمان على صفحتنا على الفيسبوك فالله يحييكو جميعا وإن شاء الله دائما ربنا سبحانه تعالى يجمعنا على الخير وعلى الرحمة وعلى البركة قولوا اللهم آمين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لما خلق الله الخلق لما ربنا خلق هالخلق وأنا شخصيا بميل لفكرة إنه إحنا كان في قبلنا خلق آخر يعني هذا اعتقادي أو فكرتي شخصية مش محسوبة على الدين ولا شيء لكن في بعض البراهين على ذلك مش وقت الكلام فيها هذا واحد والأمر الثاني إنه أنا مع فكرة إنه وجود خلق آخر غير الإنسان على الكرة الأرضية لأنه هذا الخلق واسع فهل يعقل هذا الخلق الواسع ما فيهوش إلا أنا وياكو على الكرة الأرضية يعني على كل حال الموضوع مش موضوع عقائد الموضوع موضوع تأملات فربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كتب في كتاب عنده كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي هاي القاعدة القاعدة عند الله عز وجل أن رحمته تغلب غضبه شو يعني كتب عنده فهو في كتاب عنده فوق العرش من غير تشبيه كيف لما نقول إحنا في عندنا الدستور الدستور هو كلام من كلام البشر لكنهم ألزموا به أنفسهم فهم يحترمونه لما بيطلعوا قانون بيقولك على أن لا يخالف الدستور لما بيطلعوا مبدع على أن لا يناقض الدستور لما بيطلعوا مادة على أن لا تناقض الدستور فالدستور هو أعلى تشريع داخل الدولة الدستور أعلى تشريع داخل الدولة البشر كتبوا وجعلوا منهج لحياتهم وإطار لحياتهم القانونية ولله المثل الأعلى أنا قاعد بس بقرب المثال لله المثل الأعلى الله عز وجل كتب كتابا ألزم به نفسه سبحانه وتعالى طب ليش كتبه حكالنا عنه حتى إحنا نفهم شو اللي قدامنا حتى نعرف كيف يتعامل الله عز وجل معنا وكيف ينظر الله إلينا سبحانه وتعالى كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش مش معنى ذلك إن الله فوق العرش يعني قاعد على الكرسي لا معاذ الله تعالى الله عن ذلك علو كبير ولكن المثال تقريبي المثال تقريبي مثل ما أقول جلالة الملك كتب رسالة فهي موجودة عنده في القصر طب وين بالقصر يعني كيف بالقصر موضوع ثاني بس الفكرة اعترام لهذا الكتاب اعتبار لقيمة هذا الذي كتبه الملك نقول أنها موجودة عنده في القصر أو موجودة على مكتبه أو موجودة طب هو المكتب الملك وين هو كيف شكله كيف لون وكيف موضوع أخوة لله المثال أنا قاعد بقرب أمثلة فربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه طبعا هذا رحمة منه ومنة منه وفي ناس بترك كل الحديث وبيبلشوا كيف العرش وشكل العرش وفوق العرش وتحت العرش وين الله من العرش معاذ الله هذا الموضوع لا نستطيع أن نخوض فيه لأن كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك احنا ما منخوض بفوقية الله ما قال فوق سبحانه وتعالى الله قال الرحمن على العرش استوى لكن ما قال قعد سبحانه وتعالى قصة ثانية احنا ندخل فيها لكن اللي بهمنا احنا إن رحمتي تغلب غضبي يعني أن الله عز وجل كتب أن رحمته تغلب غضبه فإذا اجتمعت رحمة الله وغضب الله فإن الله قد قضى قبل أن يخلق الخلق أن الرحمة غالبة للغضب يعني الله عز وجل نقربها بمثال عنده جندي اسم الرحمة وعنده جندي اسم الغضب عنده رحمة وعنده غضب عنده جندي اسمه الرحمة وعنده جندي اللي هو غضب الله عز وجل من قبل ما ربنا يخلق الخلق حكم وقضى بأنه دائما وأبدا إذا إنسان استحق الرحمة واستحق الغضب فإن الذي يغلب هو الرحمة مع أنه بحياتنا الدنيا مين بغلب الرحمة أو الغضب الغضب بغلب لما تلاقي إنسان شراني وإنسان ما شاء الله رحماني بتلاقي هذا الرحمة أنا ما أكون حقه وبسكت وبسامه وبيعتدوا عليه وبسكت وبسامه وبحكوا عليه وبسكت وبسامه وبأخذوا حقه وبسكت وبسامه لكن هذا الغضب ما حدش بده ريجع عليه ليش ما حدش بده ريجع عليه لأنه بفلت لأنه فاجر فإحنا في حياتنا الدنيا طبيعة الحياة أن الفاجر يغلب صاحب الرحمة طبيعة حياة الناس هل ستعالي على موظفي بالشركة وبحاله وسكوت وكذا بتلاقي الناس ما كين حقه وتعالى واحد غضيب بيقول لك الشر حامي حاله الشر حامي حاله ما حدش بيقدر ييجي فيه لأنه هذا إنسان شراني وإذا واحد يجي فيه بيسوي له مشكلة فالناس تبعد عنه الله عز وجل قبل ما يخلق الخلق كتب وقضى العكس أنه إذا اجتمعت رحمة الله وغضب الله فإن الذي يغلب هو الرحمة السبب في ذلك كلمة واحدة أن الله يحبك بس هاي هي إنه الله بحبك ولولا محبة الله عز وجل لك لكانت قانون الحياة الدنيا إنه الغضب بيسبق الرحمة وإنه الغضب بيغلب الرحمة يعني اليوم أنا زعلت من ابني بحبه في حالة ما بحب ابنه لا بس زعلت منه بعمل إجراء معه يمكن أحرمه من الوصروف يمكن واحد يضرب ممكن أصرخ يمكن يمكن إذن غضبك سبق رحمتك وغلب رحمتك إذن غضبك غلب على رحمتك غضبك غلب على رحمتك لكن الله العكس سبحانه وتعالى لذلك الله عز وجل ليس كمثله شيء الله ليس كمثل أي شيء الله تباره وتعالى دائما رحمته هي اللي بتغلب على غضبه فلو كان عندك جزء من الرحمة وعليك 99 جزء من الغضب جزء الرحمة يغلب عرفنا كيف التعامل مع الله تباره وتعالى معناته التعامل مع الله شيء شيء يعني مريح سبحانه وتعالى رحمته دائما سباقة عملت حسنة بقول لك يا الله هي عشرة وعملت سيئة بقول لك باتوب عليك إذا بتستغفر والله هذا دلال يعني سبحانه وتعالى مدللنا دلال والله هذا دلال انت عملت حسنة بكتب لك ياهب عشرة وعملت سيئة بكتب لك ياهب واحدة ورحمت وبتغلب على غضبه واذا اجتمعت الرحمة والغضب فدائما هي الرحمة الغالبة والله هذا سبحانه وتعالى رب يعبد لأنه ما خلقك ليهينك ولا ليعذبك سبحانه وتعالى الله يرحمنا برحمته هذا رب رحيم سبحانه وتعالى لأنه هو اللي خلقنا ما في حدا ارحم فيك ممن خلقك والمآسي اللي بنشوفه احنا في الكون ترى سببها البشر مش سببها ربنا سبحانه وتعالى هي تحدث في ملك الله ولكن هذا اللي بنشوفه احنا سبب البشر ظلم البشر طغيان البشر البشر هم الاكل حقوق بعض والبشر هم اللي اعتدوا ع بعض والبشر هم اللي سرقوا بعض والبشر هم اللي ظلموا بها ظهر الفساد في البر والبحر لأنه خلق الله فاسد لا معاذ الله معاذ الله يكون خلق الله فاسد ولكن المستعمل لخلق الله هو الفاسد أنا بسلم اليوم واحد سيارة موديل سنتها من شركة مرموقة أنا بعطيك سيارة مرسيدس باجي عليها بعد سنة واللي هي صوتها طالع ومكركعة الإدهان من بره حالته حالة الفرش من جوه حالته حالة القذارة اللي فيها حالته حالة أنا ما باتصل على شركة مرسيدس أقول لهم شو السيارة أنا باتقول اللي خربها اللي استخدمها بقول له انت مش خرج مرسيدس انت خرج تمشي عجريك وتوكل لك عصاعة جنابك كمان لأنك انت خسارة فيك النعمة مزبوط ولا مش مزبوط انت لم تشتر تلفون جديد لابنك وباب يمضي عليه كم شهر ولا هو الشاشة مخشطة والكاميرا حالته حالة والتلفون مضرب أول كلمة تقول لابنك عمره خطر في باقي تحط الحق على قبل عمره خطر باقي تحط الحق على سامسونج لا بتقول لابنك انت مش خرج تلفونات ولك هذا تلفون انا معطيك اه ولله المثل الاعلى ربنا سبحانه وتعالى سلمنا كون مش مثل ما يسلمك اياها ابل وسامسونج ومرسيدس وتيوتا لا سلمك على اه صنع الله الذي اتقن كل شيء هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه سلمنيها حلوة ونظيفة لكن مي اللي قاعد يخرب اه احنا قاعدنا نخرب فاللي منشوفه احنا في الكرة الارضية هذا هذا مش خلق الله عز وجل الله ما خلقه بهذا الشكل هذا افساد بني آدم افسد المناخ وافسد الجو وافسد الغلاف الجوي وافسد نسبة الكربون وخرب نسبة الاكسوجين وفرغ الارض من تحت حتى صار فيها زلازل ولعب بالمي ولعب بال احنا بني آدم لعب فاللي احنا قاعدين منشوفه وهذا فساد وخلق الانسان والله والله ربنا سلمني اياها يعني سبحانه وتعالى على اكمل واحلى طراز فانا ما باجي بقول يا شركة مرسيدس ليش سيارتك وهيك انا بقول مين حيش السامعين الغبي اللي استخدمها اللي اخساره فيه النعمة واخساره فيها الركبة واخساره فيه السيارة واخساره فيه الطلعة فيها واخساره واخساره فبروح بتوجه زعلي وغضبي على اللي استخدم السيارة واهانها بهذا الشكل لكن الله سلمني اياها تبارك الرحمن انت اجرت شقة اجرت شقة بعد سنة يجيت تأخذ الاجار لما دخلت على الشقة وانه ريحتها طالعة الادهان مقشر الاثاث حالته حالة الكهرباء شو هار شو يا عمي اللي سويته انت احنا اجرناك شقة تسكن فيها مأثة مرتبة شو اللي عاملوا انت اتخوت مكسرة الكنبيات مخبوصة اه ما بقول حق علي انا سلمتكها حلوة الحق علي استخدمها هذا معنى ظهر الفساد في البر والبحري بما كسبت ايدي الناس لكن بالنسبة لله عز وجل ان رحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى رحمة الله سابقة على الغضب ونسأل الله تباره تعالى انه يرحمنا كلنا برحمة تقولوا اللهم امين احنا متواصلين على 569 33 77 هاتفنا فالله يحييكوا جميعا نسأل الله تباره تعالى انه يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما قولوا اللهم امين يا مرحبا بكم جميعا يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله جميعا لانه في ناس يعني من اسرع ما يكون يحط الحق على ربنا سبحانه وتعالى وكأنه هو ند لله عز وجل وكأنه يستطيع ان يحكم على تصرفات الله والناس سبحان الله يا بحطوا الحق على ربنا يا بحطوا الحق على الشيوخ يعني لا بدنا نكون فهمين الحياة كيف ماشى الله يفتع علينا وعليكم طيب نبدأ باستقبال اتصالات ورسائلكم اللي وارد على صفحة الفيسبوك الله يحييكم جميعا وكلها رسائل محل احترام وتقدير لا شك واسئلتكم كمان محل تقدير كل ما اتوضى واصلي بيفسد وضوئي لو توضيت عشر مرات وصليت عشر مرات بظل يفسد وضوئي ايش اسوي اصلي حتى لو فسد وضوئي ايوة يا بندر حتى لو حسيت ان وضوئك فسد صلي فانت من اصحاب الاعذار من اصحاب الاعذار هذا واحد وقد يكون هذا وسواس من الشيطان تظن انه فسد وضوئك عدو وضوئك ما فسد لكن على كل حال على كل حال حتى لو كنت متأكد ان وضوئك فسد بناء على كلامك بتتوضي ممكن عشر مرات لا توضي مرة واحدة وقوم صلي وهي انا بقول لك رح تنتهي الحال عندك فحتى لو شعرت ان وضوئك فسد انت من اصحاب الاعذار فبتقوم تصلي وصلاتك ان شاء الله صحيح لكن لو اجي الفرض اللي بعدها لصلاة العصر مثلا بتقوم تتوضي كمان مرة وربي يتقبل منا ومنكم عندما دكتور عندما الله يعفو لذنوبنا ويغفل لنا هل يوم العرض نسأل عليها لا خلاص الكريم ما بيرجع بعطائه الكريم لا يرجع فيه عطائه فلما ربنا يغفر لناها في الدنيا خلاص اذا يمسحها سبحانه وتعالى واكثر من ذلك ان الله عز وجل ينسيها للملائكة يعني الملائكة تنسى الذنب اللي انت ارتكبته حتى تكون انت بريء الذنب أمامها وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى فاللي ربنا بيغفر لك يا خلاص معاد انك انت تتحاسب عليها مرة ثانية وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنا جميعا معنى اتصال خمسمية تسعة وستين ثلاث وثلاثين سبعة وسبعين هو هاتفنا فنسمع اتصالات الو 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 يا مرحبا كيف حالك يا مرحبا الله يرضى عليك الله يوكبك الله يسلمك اهلا وسهلا الله يرضى عليك والله الله يرضى عليك والله يما انا محتاجة انه نفسي اروح الحج والله ونحوش ألف ليرة وخاص علي ألفين ليرة انا وبنتي مرافقة الله نفسي نفسي يما اروح الحج والله يما من يوم هو طلعلك حج لا طلعلك ولا سجلت يما طلعلي لا طلعلي طلعلك حج السنهاي اه السنهاي والله نفسي رح nehme حج والله انشاء الله الله يقدرك يا رب على كل حال خلي تلفونك عندنا ولعل الله ييسر الامور بس هو اسماء الحجر طلعت اللي بتطلع tragen他們 المحج السنهاي على كل حال خلي اسمك عندنا وان شاء الله ربنا سبحانlage بيسر امرك ان شاء الله عندي سؤال أولادي جابولي شغالة من مكتب أثيوبية ومسيحية والبنت كثيرة كويسة بتخدمني بأي إشي بدي إياه ونادرا ما تلاقي وحدي كويسة المهم هل حرام إذا أنا حنيت عليها لا لا مش حرام بتحني عليها وبتكرميها وبتعامليها بلطافة يعني أخوان القاعدة إحنا ما في مشكلة في الإحسان لغير المسلم ما عندنا مشكلة هو عقيده شيء وان عقيده شيء لكن هذا لا يمنع الإحسان إلهم ومودتهم ورحمتهم وكذا بس لما نصل عند مسألة العقائد لا لكم دينكم ولي دين لكن مسيحية ولا جاري مسيحي ولا واحد حتى أمه مسيحية أم أمه مسيحية يعني أبوه كاين متزوج مسيحية ما في مشكلة ما فيها مشكلة عندي موظف مسيحي عندي جار مسيحي عندي صديق مسيحي ما في مشكلة من الإحسان إلو وإكرامه بالحكس الله محيي فأنت يا أختي في البيت ما عندك مشكلة يعني تكرميها وبتحني عليها أبدا أبدا ما في أي مشكلة لكن عقائد لكم دينكم ولي دين هذا ما بيأثر على مسألة الإحسان لا ينهاكم الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم ما فيها مشكلة أبدا ما معنى غزو الهند كعلامة من علامات الساعة والله ما بعرف فيه إشي يسموه غزو الهند والله ما بعرف أنا متشككة في كل الناس اللي حوالي إيش أسوي بوجود الشك ما في مشكلة والتعامل مع الناس بحذر ما في مشكلة أبدا التعامل مع الناس بحذر ما فيها مشكلة لكن عندما يتحول التعامل مع الناس إلى إيذاء هون ما يقولك لا أوقف لما يتحول التعامل مع الناس إلى مرحلة من الإيذاء أنا واحد بتعامل معي إلي حق أكون حذر منه أحذر من التعامل وأحذر من تصرفات وأحذر ما أحكي قدامه كلام ينحسب علي أو أتحاسب عليه ما أتصرف أمام التصرفات تنحسب علي وأتآخذ عليها هذا ما في مشكلة لأن الثقة الأيام هي صعبة من أصعب الأشياء أنك تجد إنسان ثقة تحكي قدامه كلام ما تتآخذ عليه تفض فضله تحكيله سرك هذا من أصعب الأشياء في زمننا فأنا متحفظ أمام الآخرين ما فيها مشكلة لكن مدى ما تحول الشك إلى بحث أروح أدور وراهم أعمل إجراء بالباطل يعني أنا بشك بفلان فلإني بشك بفلان أروح لنعلته مشكلة لا هون دخلنا في الخطأ احتفظ بالشك لنفسك وتعامل مع الشك مع نفسك وكون على حذر من الآخرين ولا تعطي ثقتك لمين ما كان يكون هذا حقك أنت ما فيها مشكلة لكن متى بتصير الغلط عندما يتحول شكي إلى فعل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم لما بتحول الشك اللي عندي إلى إجراء أنا بشك إنه فلان بحكي عليه فروح تعملت معه مشكلة أنا بشك إنه فلان ما بحبني فعملت معه مشكلة أنا بشك هون الغلط لكن الإنسان حقه أن يتحفظ على كلامه ويتحفظ على تصرفاته هذا ما فيها مشكلة كيف أتوب إذا اغتبت أحد هل أستغفر أو ماذا أفعل للتوبة وأنا نادمة أنكثر من الاستغفار أولا والأمر الثاني أذكره بخير أمام من ذكرته أمامهم بسوء كنت أحكي على واحد بالسوء إلى عندي أقلي بالموج وأصير أحكي عنه بالخير وإذا كان الكلام مصل أو لا بدي أتصل عليه وأستسمح منه معنا اتصال ألو ألو يا مرحبا السلام عليكم دكتور يا مرحبا يعطيك العافية عليكم السلام ورحمة الله الله يتحمل يا مرحبا دكتور بدي أسألك بالنسبة لصلاة الشروق هلأ أنا بعرف أنه صلاة الشروق تقريبا سبعة وثلث هسأنا لو صليتها سبعة ونوص تحسب شروق ولا لازم على الوقت لازم صلاة الشروق لا لا ما هو صلاة الضحى صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق إلى قبل صلاة الظهر بأربع خمس دقائق صلاة الضحى من طلوع الشمس بعد طلوع الشمس بعشر دقائق الشروق تختلف عن الضحى بكتور لا هي نفسها الناس بالغلط بسموها الشروق ما فيه صلاة اسمها الشروق اسمها صلاة الضحى هاي لغة عامية بقول صلاة الشروع هي مش شروع اسم صلاة الضحى ها بحكوا انه صلاة الشروع ايوه هي صلاة الضحى هي هي اختي صلاة الضحى فصلاة الضحى من بعد طلوع الشمس بعشر دقائق الى قبل الظهر بخمس دقائق هاي كلها اسم صلاة الضحى والله اني احبك في الله يا دكتور الله يبارك في عمرك اللهم امين احبكم الله الذي احبب تموني فيه جزاكم الله عنا خير جزا فاصل وراجعين الله يحييكم يا مرحبا يا مرحبا حياكم الله جميعا في اذاعة يقين وبرنامج همك همي دكتور ما رأيك بالاهل والامهات اللي بيدخلوا بقرار زواج ابنائهم وبناتهم ويجبروهم وبحلفوا عليهم يمين بالغضب لا ابني ولا بعرفك اذا ما مشيت مثل ما بدي مع العلم انه الابناء بيقولوا بدهم اشخاص معينين والله يشوفوا اقولكم نقطة يعني الانسان بلبس الشيء اللي بيتناسب مع المجتمع لكن وبتصرف وفق اطار المجتمع لكن في موضوع الزواج لا بيتصرف وفق ما يناسبك انت الوالدين علي عين وعالراس اه لهم كل الحقوق والاحترام والتقدير فيما يتعلق بالمشورة لكن فيما يتعلق بقرار الزواج لا القرار راجع للابن والقرار راجع للبنت بنسمع للنصيحة الوالدين قطعا قصدهم الخير قصدهم المنفعة قصدهم يفيدوكم من التجربة اللي هم ممشو فيها وشافوها بعيونهم هذا مما لا شك فيه لانه عادة الشب او البنت بيكون مندفع نحو الزواج بالعاطفة اه والوالدين بيكونوا شايفين غير هيك فالوالدين محل تقدير ورأيهم ومشورتهم محل تقدير لكن لما منيجزم الامر لا الموضوع هذا يتعلق بالابن ويتعلق في البنت ف والوالدين هذا لا يدخل في عقوقهم لان العقوق الوالدين فيما يتعلق فيهم ابوي قال لي تعال بترك اللي بايده باجي امي قالت لي جيب كاس ميتاعة باجي ركض فالعقوق فيما يتعلق فيهم بخدمتهم بما يتعلق بمصلحتهم اذا رفضت هذا فيه عقوق لكن فيما يتعلق بمصلحتي لا هذا مش اسم عقوق فمحل رأيهم محل تقدير محل احترام لكن بالنهاية الشب هو الذي يجزم انت اللي راح تتزوجها مش امك وانت اللي راح تعيش معاها الحلوة والمرة مش ابوك وانت اللي راح تتحمل مسؤولية تصرفاتك مش ابوك ولا امك فانا بنصح الوالدين انتوا ابدوا المشورة لكن نقعد نحلف ونتغضب وما بنت ابني اذا بتتزوج فلان وعلانة لا يعني هذا مش من صلاحية الوالدين الله يهدي الجميع يا رب معنا اتصال مرحبا 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 كيفك دكتور يا مرحبا دكتور بعد ابنك انا في في سؤالين وفي اعتذار بعد ابنك طبعا تفضل هلا الاول شي الاعتذار هو اليك شخصي مره انت حكيت عن الموضوع النميمة والغيبة فانا مره صراحة اخترتك صراحة انا بحكيتها صراحة ورجعت بعد ان صححت الموضوع والله انا سامعك لو تعلي صوتك شوي بقول مره انا اه كان في موضوع عنك صراحة اخترتك باشي مش كويس وهذا غلط انا بعرف انا بتذر منك منه يعني امامك وبنافس اللحظة رجعت ثاني يوم صلحت الموضوع وصرت كل يوم اتابعك يعني كل رسالة انت بتوجهها يكون فيها خير للدين والإسلام بحكيها يعني صرت زي ما قلوها بنقول يعني هذا الاشي هاي اول اشي يعني بعتذر منك اول اشي اه السؤال بدا ستركي يا دكتور اه هلا زوجتي اه جديد عرفت انه هي اهلها مش عقين عنها وهي هلا حامل ان شاء الله انه رايح يجيني يقول ان الله ولد لا لازم اه قبل ما يجوز عنها والعادي هذا السؤال الاول اه السؤال الثاني انا لما جيت اتجوز صراحة ما كنت بدي ااخذ قرض ولا بدي ااخذ قرض وما زي حكم بحشي بنفس اللغة اني انا ما بدي فاخوي كان ااخذ قرض اله شخصي فقال لي اخوي لا خلص تعال خذو بدأ جوزك فيه قلت له انا ما بدي وصر علي والحجة صرت علي وبالاخر اني اتجوز فهلا اغتام على هذا الاشي انه مرة تنتكي على هذا الموضوع بس وانا برجع برة ثانية بعتذر منه الدكتور الله يحييك ويبارك فيك اه زوجتك اكتشفت انه اهلا مش عاقين عنها والان ان شاء الله على خير ربنا يطعمك الولد الصالح ونسأل الله عز وجل ان يأتي سليما معافى مشافى ويجعل قرة عين لوالديه وقرة عين للحبيب عليه الصلاة والسلام فهل يجب عليك انك تعق عنها قبل ما تولد لا اي وقت تعق صح معك فلوس الان حبيت تعق عنها بصير حبيت تأجل وتعق عن ابنك بالاول بصير العقيقة معنى من يوم الولادة الى يوم الوفاة هاي كله عقيقة الافضل انها تكون على الاسبوع الافضل هذا الافضل على الاسبوع واسبوعين او على الثالث هذا الافضل لكن ما معي فلوس او فاتتني او لأي سبب من الاسباب فأي وقت بتذبح هالذبيحة فهي جائزة وما في ارتباط بينها وبين ان شاء الله انه انت بانتظار مولود انه هذا عدم وجود العقيقة انه رح يأثر على الولاد ولا يأثر عليك ولا يأثر على حياتك الزوجية لا هذا كله ما له علاقة فانت ان شاء الله بتعق عنها وتكون هدية منك لزوجتك لانه الاصل انه تكون العقيقة من فلوسها او من فلوس والديها لكن انت كزوج طيب ان شاء الله بتعق عن زوجتك وربنا يتقبل منه ومنك اللهم امين النقطة الثانية انه اخوك اللي اخذ قرض او انت اخذ قرض وبدأت حياتك بقرض ربوي ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى هم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فالقرض اللي اخذته ان شاء الله تكون انت تسديت وخلصت منه بس دان صحك نصيحة انك تعمل صدقة مقابل قرض دائما ابدا لما بذني بذنب بعمل من الصالحات من جنسه فانا افطرت في رمضان بصوم انا كسلت بالصلاة بقضي وبعمل نوافل من الصلاة انا اخذت قرض ربا بيكون من جنسه وبكثر من الصدقات تمام فانت بتكثر من الصدقات واما موضوع انك انت حكيت عليه واغتبتني وتكلمت كلام سيئ وبعدين انت الان يعني تعتذر وتطلب المسامحة فاسأل الله ان يغفر لي ولك اسأل الله ان يغفر لي ولك وانا بطلب من كل اخوان لا نستعجب الحكم على الاشخاص وخاصة على مشايخنا على الناس طلاب العلم الشرعي انا طالب علم مش عالم على مشايخنا على علمانا على طلاب العلم الشرعي الناس بتكلموا في الدين هؤلاء ما نستعجب الحكم عليهم لانه مستقصدين مستهدفين وبنحك عليهم كتير فاحنا ما نكون يعني مستدرجين في الحديث عليهم اللهم مغفر لنا ولك معنا اتصال الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دكتور الفاضل الله يعطيك الصحة والعافية يا رب اللهم امين دكتور بعد اذنك انا بدي اسأل في يوم من الايام واحد الايام مش عارف هي رؤية او حلم اللي صار معي اني شفت رسول الله عليه الصلاة والسلام بس مش بالشكل اللي هو عليه يعني المكان هو الصحرة بيوت طينية اللي احنا بنشوفها عادة والنخيل ومش النخيل بعدين ان كان معي حد بس من اللي كان معي لا اعلم اللي صار انه مجموعة بتور من قدامي فانا فورا بقول اللي معي بحكيله بحكيله بقوله رسول الله رسول الله هي عبارة عن كتلة بيضاء يعني عبارة عن كتلة بيضاء حاولت اشوف ادخل على ابن سيرين وعلى اشغرات هائمة بس ما استفدت مهما معرفت شو اللي لازل وليل اوصل يعني فجزاك الله كل خير فضيلة الشيخ على كل حال الرؤية فيها خير وبشارة خير اليك وكونك ما رأيت ذات النبي عليه الصلاة والسلام رأيت شيء من نور النبي عليه الصلاة والسلام فهذا تفسيري الشخصي ما تأخذوا على كلامي ولا هو فتوى ولا هو تفسير انا اللي بشوفه انك ماشي في الطريق لكنك لم تصل ماشي في الطريق باتباع النبي عليه الصلاة والسلام يمكن في بينك وبين الله سر بينك وبين الله عمل صالح ما بعرف شو لكن لسه ما وصلت والدليل على ذلك انك انت رأيت لكن ما اكتملت الرؤية عندك برؤية ذات النبي عليه الصلاة والسلام فهنيئا لك والله هنيالك حتى لو شايف شيء من نور النبي عليه الصلاة والسلام هنيالك لانه يعني انك تحلم وتشوف ذات النبي عليه الصلاة والسلام ونور النبي عليه الصلاة والسلام أو تكون في مكان وتقول النبي موجود أو الرسول موجود وتنادي عن الناس يعني هذا وبعدين لما أنت بتنادي بيقول رسول الله رسول الله معناه كأنك تدعو الناس إلى سنته فيبدو أنه في بينك وبين الله شيء من الصالحات أنا ما حدا بيعرفه لكن زي ما قلتك أنت ماشي في طريق لم تكتمل وأسأل الله أنك تكمل طريقك مع ذات النبي عليه الصلاة والسلام إحنا لهون نأتي لاختام حلقة هذا اليوم من برنامج همك همي عبر أثير إذاعة يقين وشاشة عمان تيفي إلى أن أرتق بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم على المشاهدة يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات قناة محمد نوحي الغير رسمية لنصرة قضايا الأمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر